السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا نداء نتمنى انه يوصل للناس اللي ما زال عندهم قلب نابض ما زال عندهم قلب حي وبركاونا من هذه القصة نتعمول الفيل والفيلة هذا السبع الضبع هذا اللي راح حاكمناه واللي راح هم حاكمينه باسمه وبركاو ما ضنيت باللي هو ولا قادر يحكم حتى فروحه السيد ما عرفناه اللي راح حي ولا راح ميت وزعمه بدون اي مجملة موتى خير من حياته راح يكتل فينا بالحياة الليل مع النهار المهم انهم يمروا القرارات انتعهم ايا كان شعور انتع شعب وتوصلوا درك بالجرأة انهم يتكلموا باسم الشعب بكل وقاعه ما عندهم اي مشكلة اخطروا معاربين بالخلف ما كاين الشعب كاين غاشي والدليل على ذلك انه هدروا كله ناس برا نسا ولا خير مليون الف راجل في الجزائر نسا الحراير انتع الجزائر بأحقي معنى الكلمة خرجوا وقالوا كلمتهم دون دون خوف لا للعهدة الرابعة مش من عهدة هذا ولا عهر عهر هذا ما ولاش عهدة بلاد يعني اقل شيء ممكن قدروا نقوله وهو انها على حفا بركان وهذه الناس هدو والله 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 لو الجزائر اتبعت شبر شبر ما تهمهم والله ما تهمهم كل اللي يهمهم هو المصالح انتعهم وماشي قعدوا على على رأس هذه المصالح حتى ولو تطلب الأمر ان هاد الشعب يموت يكتل روحها بروحها يموت بالفقر يموت بالجهل يموت بالإرهاب يموت ما عندهمش مشكلة المهم هما يحياوا المهم هما يزيدوا يزيدوا يتفرعنوا ودون اي محاسبة واحنا في كل هذا اصبحنا يعني المساكين قلاليل في المسألة ما عندنا اي كلمة نقدروا نقولها نفوتوا على الناس برا نشوفوا باللي الناس راه تجهر بكلمة حق ما نقدروا حتى نوكفوا قدامها خوف مزيلا اللي فرنسا ما ما وصلنا لها جحنا وكان وصلنا لها والله ما تخرجها والله ما تخرجها مزيلا اللي يوصلوا لها جدودنا سلمونا امانة كبيرة علينا باش نخليوا هادروك في يد الرعيان الحركة رام يديروا فيها واش بغاوا والمستقبل انت اولادنا هننتفرجوا فيه يوم بعد يوم وحنا واشا هي هرانو نخرجوا على المتطلبات خصنا السكنة وخصنا وخصنا يزيدونا في الخلصة وخصنا الخدمة وخصنا كالطلابين كالطلابين شعب طلاب هدا هو اللي صبحنا دروك شعب خايف خواف جايح وطلاب هدا هو اللي صبحنا اقسم بالله العلي العظيم الله زوجنساء يسوي عشرين مليون راجل لا حول ولا قوة إلا بالله هدا واش صبحنا هدا الوش وين راه الجزائري هدا اللي كانت فيه النفخة وكانت فيه والهزية كلام في كلام لا أكثر ولا أقن جاء هدا نصب نادم والحاشي ينتعه رام يلعبوا علينا كما بغاوا يريدو سيد ما عرفناه لا راحي ولا راميد ورا يتقدم العهدة رابعة را يتقدم الضمار رابع ضمار شامل خطر هاد الخطرة الى وصلة غادي تحصد الأخضر واليابس بس صح ماشي أولادهم اللي غادي يروحوا في عبس ماشي عائلتهم اللي غادي تروح على العبس ماشي أرزاقهم اللي غادي تروح عبس أرزاق الشعب وأولاد الشعب وذمم انتاع الشعب لكن الشعب هذا ما صابش حتى الجرعة أنه يدافع على الذم انتاعه ويدافع على الكلمة انتاعه حتى يجيبون لو يجيبونه في التلفزات انتاع العهر انتاعهم يجيبونه أشباه الرجال وأشباه النساء يناديوا حتى هما بعهد الرابعة ما بقاش بها شرفاء هذا البلاد يغيروا عليها ما بقاش بها رجال ونسان اللي قادرين يمدوا حياتهم عليها قادرين ينوضوا أم ويقولوا كلمة حق ما نشي نقولونه في دوسلا هنه هدروا على خروج سلمي دول اللي تعطينا في الدروس اللي ما عندهاش تاريخ اللي عندها الجزائر ولا احنا تاريخ غب النفخة تاريخ غب الطبالعيت غب الهدرة تاريخ لازم الإنسان يكون في مستوى في مستوى أنه يقدر يحمله وإلا ليس الفتى من يقوله كان أبي إنما الفتى من يقوله ها أنا ذا كن ابن من شئت واكتسب أدبه يغنيك كسبوه عن النسبي إن الفتى من يقوله ها أنا ذا وليس الفتى من يقوله كان أبي ويلواش صبحنا احنا لحد الآن ما زلنا عدا نتزعم ونتقوله بالشهداء الأبرار ما نسواوش فيهم شعرة هاهم جاو مجموعة رعيان ما عندهم كفاءة ما عندهم شرف ما عندهم عرض ما عندهم تربية ما عندهم أخلاق ما عندهم والو رعاهم يحكموا ويجولوا ويصولوا ويقولوا فينا ويفبعلوا فينا وش يرضوا وش يبغوا وما عندنا حتى كل ما نقولوها أنا نتفرجوا في المصير وفي المستقبل إنت أولادنا يهدر يهدر أنا نتفرجوا في العرض إنتقنا يسفك احنا مناش احنا خايفين وكأنه كناحيات واحد أخرى لا حول ولا قوة إلا بالله نداء للناس اللي ما زال بقي بهم قلب حي بركونا من هذا ما نشعر بني دوروك دير 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 إلي الطان نخرجوا البراد كلنا كشعب ككتلة واحدة بور دير نون 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 هده هو السلام عليكم وارحمة الله